السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم أعزائنا طلبة الصف الثاني عشر المتقدم في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان مقدمة في المتجهات الجزء الثاني وهو الدرس الأول من الوحدة السابعة أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو تمثيل المتجهات في المستوى خصائص المتجهات والآن مع مفهوم المتجه المتجه هو كمية لها مقدار واتجاه ويرمز لها بحرف صغير غامق A أو A يعلوه سهم أو حرفين كبيرين A B يعلوهما سهم حيث تمثل النقطة A بداية بداية المتجه والنقطة B نهاية المتجه ويمكن تمثيله في المستوى بقطعة مستقيمة موجهة كما في النموذج التالي تمثيل المتجهات في المستوى لتمثيل المتجه في المستوى يلزم تعيين عنصرينهما طول المتجه وكذلك اتجاه المتجه ويتم تمثيله بقطعة مستقيمة موجهة بحيث تكون بدايتها هي بداية المتجه وتسمى ذيل المتجه وكذلك تكون نهايتها هي نقطة نهاية المتجه وتسمى رأس المتجه والآن مع طول المتجه طول المتجه نرمز له بالرمز طول المتجه A B أو طول المتجه A والآن عزيز الطالب مع خصائص المتجهات أولا تساوي المتجهات يسمى المتجهان A و B متجهين متساويين إذا كان لهم نفس الطول و نفس الاتجاه ونكتب المتجه A يساوي المتجه B إذن لابد من شرطين معا لتساوي متجهين ألا وهما نفس الطول و نفس الاتجاه وعلى ذلك يكون شرط واحد غير كافي لقي نقول أن المتجهات متساوية ثانيا من خصائص المتجهات المتجهات المتوازية يسمى المتجهان A و B متجهين متوازيين إذا كان لهم الاتجاه نفسه أو متعاكسين في الاتجاه ونكتب المتجه A يوازي المتجه B لاحظ عزيز الطالب رمز التوازي ثالثا من خصائص المتجهات المتجه الصفري وهو المتجه الذي طوله صفر وحدة وليس له اتجاه ويرمز له بالرمز التالي ويقرأ المتجه الصفري رابعا من خصائص المتجهات سالب المتجه أو ما يسمى بمعكوس المتجه ويكون لكل متجه غير صفري متجه معاكس له وهو متجه له نفس الطول ولكنه معاكس له في الاتجاه ويسمى سالب المتجه ويرمز لمعكوس المتجه A بالرمز سالب المتجه A والشكل أدنى يوضح العلاقة بين المتجه ومعكوسه فالمتجه باللون الأزرق هو المتجه A والمتجه باللون الأحمر هو معكوس المتجه A ويكتب سالب المتجه A ولاحظ عزيز الطالب أن لهم نفس الطول ولكن في اتجاهين متعاكسين والآن عزيز الطالب مع المثال الثاني في الشكل المجاور ABCD متوازي أضلاع فيه المتجه AB يساوي R والمتجه DA يساوي S والآن المطلوب الفرع A سم زوجين من المتجهات المتساوية الحل تذكر عزيز الطالب أن من خصائص متوازي الأضلاع أن كل دلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين وعليه فإن المتجه AB يساوي المتجه DC لأن لهم نفس الطول ولهم نفس الاتجاه وكذلك المتجهين AD وBC لهم نفس الطول من خصائص متوازي الأضلاع ولهم نفس الاتجاه فنقول أن المتجه AD يساوي المتجه BC والآن مع الفرع B سم زوجين من المتجهات المتوازية أحسنت المتجه AB يوازي المتجه DC لأن الضلع AB يوازي الضلع DC من خواص متوازي الأضلاع وكذلك المتجهين AD و BC متوازيين إلى أن الضلعين AD و BC متوازيين من خواص متوازي الأضلاع والآن مع الفرع C عبر عن كل مما يلي باستعمال S و R أولا المتجه D C كما هو واضح من الشكل فإن المتجه D C يساوي المتجه A B ولكن A B يساوي R لذا نستطيع أن نقول أن المتجه D C أيضا يساوي R ثانيا المتجه A D وكما هو واضح من الشكل فإن المتجه A D هو عكس المتجه D A فإن المتجه A D يساوي سالب S ثالثا المتجه C D نلاحظ كذلك من الشكل أن المتجه C D هو معكوس المتجه A B فإن المتجه C D يساوي سالب R رابعا المتجه B C أحسنت المتجه B C هو معكوس للمتجه D A فإن المتجه B C يساوي سالب S خامسا المتجه A A نلاحظ هنا أن المتجه من نقطة A لنقطة A نفسها أي أن الإزاحة تساوي صفر وهذا هو تعريف المتجه الصفري لذا يكون الناتج هو المتجه الصفري والآن عزيز الطالب مع تمرين تحقق في الشكل المجاور QRSV مستطيل في RQ يساوي A وRS يساوي B والآن المطلوب الفرع 2A سم زوجين من المتجهات المتساوية والفرع 2B سم زوجين من المتجهات المتوازية والفرع 2C عبر عن كل مما يأتي باستعمال A و B أولا المتجه VS ثانيا المتجه VQ ثالثا المتجه QR رابعا المتجه SV خامسا المتجه SS الحل من فضلك عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو وقم بحل تمرين تحقق أحسنت وتكون الإجابات إجابة الفرع 2A المتجه RQ يساوي المتجه SV والمتجه RS يساوي المتجه QV والآن مع إجابة الفرع 2B المتجه RQ يوازي المتجه SV وكذلك المتجه RS يوازي المتجه QV والآن مع إجابة الفرع 2C أولا المتجه VS يساوي سالب A ثانيا المتجه BQ يساوي سالب B ثالثا المتجه QR يساوي سالب A رابعا المتجه SV يساوي A خامسا المتجه SS يساوي المتجه الصفري يساوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر